اشتركوا في القناة حفلة جميلة والناس لذيذة والناس عايزة تتبسط وهنا هدفنا ان احنا نبسط الناس الجميلة حكيم عنده فلسفة كده في الاغاني حتى الاغاني الحزينة بتاعته الناس بترقص عليها ايه الموضوع ده علشان المزيكة اساسا غذاء للروح ولما نقول الحاجات الدراما لما تتغنى وتتلحن على قاع رشيق احسن حاجة احسن حاجة ان الواحد يرقص ويتمايل بالوجع بتاعه يعني هو موجوع وانا بقول له كلام حزين وبيرقص برضو وممكن دموعه تنزل وهو بيرقص فدي يعني ده الهدف من من الاغاني من المزيكة والاغاني والحالة اللي بتصنعها الموسيقى بالزبط كده ان الواحد ممكن في الحاجات اللي هي الدراما والحاجات الحزينة ان الواحد يرقص على وجعه ده من من اقوى الحاجات اللي هي بتتعمل في المزيكة اللي هي الدراما الرقصة صحيح او الدراما الرشيقة زي ما بنحل نسعت ما وصلت العالمين وانت بتتكلم ومن قبل ما تيجي بصراحة بتكلم عن الحفلة على السوشيال ميديا وبتقول الناس تستعد وبتقول الناس انه انظار العالم كلها بتتجه للعالمين المهرجانات الغنائية في وجهات سياحية جديدة زي العالمين قيمتها ايه بالنسبة للسوق الموسيقي وللسوق السياحي اهم مهرجان غنيت فيه في حياتي هو المهرجان ده لان انا انا جايب امانا اول مرة جي العالمين اهم تبعاتك ايه اول مجيط المدينة انا اول مجيط انا ما اعرفش ان فيه اه بشوف في التلفزيون وبشوف بس بالشكل ده وبالقوالة ده اين لفت نظرك الصروح العظيمة والمباني الجمدة اللي احنا كنا بنمشي في اي حتة في العالم في اي دولة عربية كنا بنقول ليه ما يكونش عندنا احنا ده ليه ما يكونش عندنا ده ليه اتعمل اتعمل واتعمل احسن وانا فخور باللي اتعمل في بلدي وفخور باللي اتعمل في مصر وربنا يوفقنا كلنا ونعمل للأحسن لان فعلا انا شايف حاجات تضارع اي مكان في العالم والله 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 انا ما كنت متوقع ده والله ولما حكيم يقول كده فحكيم لف العالم انا لفت الدنيا كلها وافريقي على وجه التحديد انت ليك مكانة خاصة في افريقيا وكرمت في مهرجانات كتير جدا وجوائز كتير جدا في افريقيا الخلطة السحرية اللي حكيم في افريقيا هو الخلطة اللي انا بعملها او المزيكة اللي انا بعملها انا دايما باستفاد من روح العصر باستفاد من الموسيقى مش بس عشان اجدد لا علشان اه ادي طعم جديد للاغنية الشعبية الاغنية الشعبية اغنية ليها الليها يعني طبع خاص عند الناس بتعني شعوب يعني بتعني شعبي ده بتعني ما جميع كتير او من الناس شعب اصلنا وهويتنا بتعني ناس كتير اللي تحت واللي فوق بيسمع الاغنية الشعبية فانا لما استفاد من روح العصر اه مثلا بنقول ألات الضمار وألات الحروب اه بيطوروها هم فانا قول ان انا اطور الاغنية الشعبية واطور اي اغنية او اي مزيقى استفاد من روح العصر بال في الاغاني اللي هي بتسعد الناس وبتبسط الناس فانا دايما باغني ونا شعبي اللي احني شعبي الكلام شعبي الفريم هو اللي انا بغيره улиهم هو أنا باستفاد منه أو هي دي الخلطة اللي احنا بنقول عليها الخلطة السحرية الفريم نفسه هو اللي بغيره اللي هو الموسيقى اللي حوالين الأغنية اللي مررت الأغنية الشعبية المصرية لقلوب الناس في أمريكا وأوروبا وأفريقيا عملت الأغنية الشعبية بكل أنواع الموسيقى اللي هي دوتهاد كمان كانت أعتقد برضو كل السر والنجاح كبير برا مصر ايا قلبي ومع جيمس براون ليلة ومع دون عمر تيجي تيجي كانت بتتصور كليباته ويعني فضلت عيشة سنين كتير والحمد لله لغاية النهاردة الناس حباها والنهاردة غنينها ايا قلبي كمان كانت الناس مبسوطة منها الديوتهاد مع الأصوات النسائية وأنت كمان عملت حلوة روح ودي كانت أعتقد أنها نقلة فريقة دي اللي نقدر عليها نقول عليها أن هي شعب حتى النخاع الأغنية دي أغنية حلوة روح وأنا كنت بقالي فترة أن أنا بدور على أغنية زي كده وكنت دايما كنت بقول لفريق العمل بتاعي اللي بيعملوا معي الأغاني أقول لهم أنا نفسي أعمل كذا يعني بلغة الموسيقى يعني كنت حسها شبهك يعني قريبة منك أوي وعشان كده نجحت النجاح الكبير ده هي نجحت لأن أنا كنت بتمنى أن أنا أغني الحالة دي أو الأغنية دي كنت بتمنى بقال من قبل ما أغنيها ممكن ب12 سنة وأنا عايز أعمل اللون ده عايز أعمل الحاجة دي بالزبط كده زي ما هي كده زي الحالة دي ما جات كده أنا عايز أعملها كده هي كمان حالة كمان كانت مرتبطة بنجاح الفيلم وأعتقد أنتو علاقتك بالتمثيل مش بعيدة يعني علي سبايسي 2005 يعني بس إيه الموضوع موضوع التمثيل ده بقى راجعين له تاني لا بس أنا أنا ما حبيتش حكيم أنا أول مرة والكلام ده ما حبيتش حكيم كممثل بصراحة يعني مش عايز تعيد التجرب لا مش عايز لا بس هو وأنا أنا أنا في المنطقة بتاعتي يعني أسد النيل بكل تواضع بكل تواضع أنا مدرسة في الحتة دي على خشبة المسرح وفي اللون بتاعي في دي مدرسة تعليق من التعليقات ما قدرش أقول إن أنا متواضع في الحتة بصراحة يعني بصراحة حياة تعليق من التعليقات للنهارده وأنا ماشي في الحفلة سمعتها من الناس اللي حاضرين إنه عليه خف الدم على المسرح الكارزمة بتاعت حكيم على المسرح طغية ودي حاجة مهمة بالنسبة للفنان هو الارتباط ما بين المزيكة وخفة الدم والرشاقة على المسرح مطلوب لازم يكون فيه تناغم ما بين الثلاث حاجات دول علشان أنا 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 شغلتي إن أنا انترتيمنت يعني برفح عن الناس بخلي الناس تكون مبسوطة ودايماً بقول لفرقتي إن أنا وإنت ملك الناس اللي بيتفرجوا علينا وبيسمعونا بيتفرجوا ويسمعنا فلازم نكون آآ قادرين على إن إحنا نبسطه ونشبعه ونشبعه ونخليه هو يفضي الطاقة اللي في دماغه كلها من أي مشاكل ولازم أخد طاقته كلها لازم الطاقة بتاعته السلبية دي لازم تطلع الناس قرجت من الحفلة النهاردة تطلع الجباية كتير الحمد لله استعداداتك بتكون عاملة إزاي عشان نشوفك بالقوة دي على المسرح ما شاء الله أنا كنت شايفك في البروفات كنت حضرة كده من وراء الكواليس وبتفرج كنت موجودة بس كوبايت الشاي أيوة أيوة كوبايت الشاي دي ما بتسبنيش ما بتفرقنيش آآ هو أنا دايماً بحضر البروفات لازم وإن إحنا مش بنعمل على فكرة الناس فاكرة إن إحنا بنعمل بروفة مزيكة أنا أنا روح أغني لأ أنا بروح أحضر كل آلة وده الطبخة بقى ده سر المهنة بقى كل آلة طالع منها إيه إيه الصوت اللي طالع منها والكيوهات بتاعتها والإفكتات اللي اتحط عليها إيه وكل مكان ليه ظروفه وكل مكان ليه الزبطة بتاعته مع إن الحاجات المكسرات والحاجات الطوارة جامد إنما إنما نهاردة أنتوا كنتوا بتلعبوا بين طابلة لوحدها آآ بالزبط لك شكل موسيقى الناس بتستنى من حكيم ومهرجان العالمين فيه مفاجآت كمان وإحنا في البروفة كل آلة بتزبط لوحدها يعني إحنا بنعود ساعة ونص نزبط صوت علشان نروح الحفلة الناس ممكن ما يكونش عارفين ده وبعد الموسيقيين من يمكن ما يعرفوش يعني ما يعرفوش ده بيروح يعمل بروفة اللي هي بروفة مزيكة يعملوا مزيكة على المصر لا هي الموضوع وده ده سر أنا بقوله بقى سر المهنة وسر ال احنا خدنا أسرار النهارده واعترافات قوية جدا كل آلة أنا بطلع منها إيه بطلع الناس هتسمع إيه منها وكل مكان وليه ظروفه وكل مكان ليه الزبط بتاعته حكيم من التسعينات والنظرة ونار نار ما تدلعه وصيبه المشوار الفني الطويل ده ما شاء الله شايفه إزاي وأكتر الأغاني اللي انت بتبقى طالح حفلة عارف إن هي جوا مصر أو برا مصر حتطلب منك وما ينفعش ما تغانيهش افرط ولا واحد ولا مية الحق عليه رقصوني حلوة روح آسي آسي الحاجات دي لازم بتطلب لازم لازم تطلب آي قلبي إيه ده بقى هبوسو الحاجات دي بتطلب رسمي يعني ده لازم فرض علينا أن أقول للحاجات دي وبرا مصر طبعا الدوتوهات الدوتوهات آي قلب دي دي في أي حفلة وفي أي مارجان آي قلب دي لازم ده بصمة عندك جولة في أمريكا قريبة صحيح؟ الفترة اللي جاية دي عنده في أستراليا عند أستراليا في شهر 12 عنده 4 حفلات في أستراليا وفي شهر 12 وفي شهر 3 في جولة في أمريكا وكندا إن شاء الله بما إنك متفرد في حتتك في مسألة الغنى الشعبي المصري بالشكل ده عالميا وكمان في الوطن العربي حكيم شايف السوق الشعبي دلوقتي اللي الأغنية عمل إزاي؟ والأغنية الشعبية عمتا ما تموتش ما تموتش والسوق المصري بيفرغ مطربين شعبيين كتير حكيم دي اسمع مين طيب مطربين شعبيين دلوقتي؟ والله في ناس كتير كويسين محمود الليس كويس قوي ومصطفى حجاء كويس قوي قوي ومتهاء اللي دول لأنه هم اللي بيقصروا في دني بجد الاتنين دولة كويسين قوي حتى لما قلت مصطفى قلت له المطرب الوحيد انت ومحمود الليس اللي أنا بسمعكو كمطربين شعبيين طيب بما أنك دلوقتي انت لسا مخلص حفل العالمين وشايف ردود الأفعال بتاعت الناس في الحفلة كانت عاملة زي والناس يعني متشوقة نشوف المهرجانات والنوع ده من المهرجانات ونشوف حكيم والأغنية المصرية الشعبية ممثلة في مهرجانات كبيرة زي دي شايف احنا ممكن ده يفيدنا زي لو قررنا التجربة دي في محافظات تانية ده لازم وأساسي ومهرجان العالمين يكون نواة ينبسق منها كذا مهرجان يعني لو قلنا ده نواة زي كتير من المهرجانات في الدول العربية زي قرتاج مثلا قرتاج بيطلع منه بتحوالي 30 مهرجان لو مهرجان العالمين يعني اتأسس كده وتولد كده وبقى حاجة جامدة كده وطلع منه كذا مهرجان مثلا لو رحنا سهاج لو رحنا المينيا لو رحنا أسوان لو رحنا لو رحنا بني سويف لو رحنا الشرقية لو رحنا المنصورة لو رحنا الأهلية الغربية يعني نلف في كل المحافظة السويس برسعيد يعني المفروض يبقى فيه في كل بلد مهرجان ويمكن أنا اقترحت اقترحت من فترة كده ان كل محافظة يبقى فيها مسرح زي بتاع مارينة هنا زي اسوة بالرياضة كل محافظة وفيها استاد طب ما كل محافظة يبقى فيها مسرح ما دي العدلة الثقافية اللي احنا طول الوقت بنوذي بيها ولما أهلنا في السعيد بيكون في حفلات بنشوف الناس عيونها في البلاكونات وقفة بتنور من الفرحة بالموسيقى في ناس ما تعرفش يعني ايه المسرح ده اللي احنا عاملينه والإضاءة والصوت في ناس في السعيد ما يعرفوش ما يعرفوش ده بجد حكيم ممتن المين النهاردة بعد مشواره الفني ده من البداية مين الناس اللي في دماغك انت حسس انك ممتن ليهم وانا يمكن قريت انه الفنان حميد الشعيري كان هو اللي قدمك وعلاقتكم مستمرة ما شاء الله ممتن الحميد الشعيري لانه هو اللي قدمني قدمني للأستاذ فايز عزيز اللي هو لسه معي لغاية النهاردة وحميد معي يعني على علاقة بي لغاية النهاردة علاقة طيبة والأستاذ سمح المنياوي محامي والناس القريبين مني من بدايات لغاية النهاردة معايا لغاية النهاردة يعني في ناس معايا من 35 سنة أصحاب المشوار إن شاء الله يعني مزيد من النجاح والتقلق دايما ربنا يخلي إحنا اتشرفنا بوجودك معنا النهاردة في مهرجان العالمين شكرا واني كنت معاك من بداية اليوم لأخره والحفلة فعلا كانت ممتعة وقد خلت علينا البهجة والسرور كلنا في العالمين النجم الكبير حكيم شكرا جزيلا على وجودك اشتركوا في القناة